اشتركوا في القناة التي تبحث عددا من قضايا الامن والسياسة والدفاع على مستوى المنطقة والعالم وتتطلب تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات وشهد معالي وزير الداخلية بالعهد الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وما يتضمنه من قيم ومبادئ تعكس طبيعة الشعب البحريني وتماسكه وإيمانه بقيم التعايش والتسامح كجزء من نسيجه الاجتماعي كما تناول معالي خلال اللقاء نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في المملكة وما شهدته من حرص وطني على المشاركة وتأكيد حق المواطنين في اختيار ممثليهم منويا إلى مشروع العقوبات البديلة كمشروع وطني حضري يجسد حرص البحرين والتزامها بمبادئه ومعايير حقوق الإنسان لافتا كذلك إلى نجاح البحرين في مواجهة جائحة كورونا والدور المجتمعي المتميز الذي قدمه المتطوعون في هذا الشأن وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون والتنسيق في العمل الشرطي وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والسلامة العامة وتعزيز الحماية المدنية في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بالإضافة إلى القضايا التي تسهم في تحقيق المصالح المشاركة بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر